بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكثر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله العلي العظيم توبوا يعني عودوا عودوا إلى الله لكن عودة صادقة لا ترجعون بعدها إلى الذنوب والمعاصي أبدا عود مع الندم على الأفعال الآثمة التي صدرت منكم عندها تستحقون القبول من الله والمغفرة وما أجملها أن يدعونا الله تبارك وتعالى إلى العودة إليه يعني نفهم أن الإنسان عندما يرتكب معصية أو يرتكب إثم يخرج من دائرة رحمة ورضوان الله تبارك وتعالى وكأن الله تبارك وتعالى يقول أيها العبد ارجع إرجع إليه لأغفر لك ولكن ارجع إليه بصدق ويقول تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده يعني يقبل هذه التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات فعندما يدعوك الله تبارك وتعالى إلى التوبة هو الذي يقبلها ويعفو عن سيئاتك وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام إذا تاب العبد توبة نصوحا أحبه الله فستر عليه فقلت وكيف يستر عليه قال ينسي ملكيه ما كانا يكتبان عليه ويوح الله إلى جوارحه وإلى بقاع الأرض أن اكتمي عليه ذنوبه فيلقى الله عز وجل حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب فإذا الله تبارك وتعالى أمرنا بالتوبة وفتح لنا باب المغفرة والرحمة إذا ما هو مفهوم التوبة مفهوم التوبة هي الرجوع إلى الله تعالى وترك المعصية والندم على فعلها والعزم على عدم العودة إلى هذه المعصية أو إلى الذنوب وهي واجبة على كل مسلم من جميع الذنوب سواء كانت كبيرة أو صغيرة يعني مش واحد والله إذا عصالوا معصي صغيري يقول لي الله أستهد مش بيحزن توب منها ما الإنسان عندما يرتكب الصغائر تجتمع وتصبح كبائر الأمر الآخر الإنسان ما ينظر يعني ما يتطلع بصغر المعصي ولكن ينظر إلى عظمة الله إلى عظمة من يعصي وهون التوبة النصوحة لها شرائط التوبة اللي الله دعان إليها لها شرائط لا تتحقق هذه التوبة بدون هذه الشرائط الشرط الأول الإخلاص فلا ينبغي للتائب أن يتوب لمجرد الخوف من العذاب والعقوبة لا بد يكون تائب يعني عائد إلى الله مش خيفان فقط أنه والله في نار وفي عذاب وفي كذا وإن كان الإنسان مثلا هذا واحد من الدواعي أو يكون مثلا من شيء ما ذمت الناس وخوف الفضيحة فبد يتوب كرميل الناس ما تحكي عليه لا إنما يتوب إلى الله تبارك وتعالى يعني الإنسان عندما يتوب إلى الله تبارك وتعالى وكأنه يتوب لأنه يحب الله يعني يتوب إلى الله تبارك وتعالى لإخلاصه لله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة يعني أنا تبت إلى الله تبارك وتعالى لأني ما أحب زعل الله مني أنا تبت إلى الله تبارك وتعالى لأنه ما أحب الله يشوفني وأنا بهذه المعصية التي أقوم بها فإذن لابد للإنسان أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ولا يشرك معنية التوبة إلى الله تبارك وتعالى أي شيء كما يقول الله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الشرط الثاني للتوبة النصوحة الإقلاع عن المعاصي والذنوب فإن حقيقة التوبة الرجوع عن الذنب لقبحه إلى الطاعة يعني بترك الذنب وبعود إلى طاعة الله فلا يمكن للتوبة أن تحصل مع كون المذنب مواظبا على ارتكاب المعاصي كيف بده يحصل منه توبه هو بعده غايص وبعده ميشي بهذه المعاصي واقتراف السيئات فقد ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال إن الندم على الشر يدعو إلى تركه إذا إنسان عمل شر وندم على ما فعله هذا بيكون داعي إلى ترك هذا الشر الشرط الثالث المداومة على العمل الصالح يعني حتى الإنسان يتقبل الله تبارك وتعالى منه التوبة عليه أن يداوم على العمل الصالح وأن يبتعد عن المعاصي أن يبتعد عن المعاصي لأنه من الطبيعي الإنسان إذا أراد أن يكفر عن ذنوبه عليه أن يعمل أعمال صالحة وأن يهوى العمل الصالح ويميل إليه ويداوم عليه وخلينا نعتبر بالمثال مثلا أنه واحد جمع أمح لوقت الحاجة وين يجمع هون؟ لا بد من وضعهم في مستودع آمن أما إذا حطهم بمستودع مثلا معرض للرطوبة ومعرض للحشرات فهذا شو بيكون عم يعمل؟ عم يعمل على فساد ما يجمع أو إنسان بده يجمع ماء الشتاء حتى يشرب منه مثلا أو يستخدمه في الطبخ أو يستخدمه لحاجة أن يكون هذا الماء نظيفة لا بد أن ينطقي أواني نظيفة حتى يجمع فيها هذه المياه فكذلك الأمر إذا أراد الإنسان أن يستفيد من التوبة عليه أن ينقي هذه النفس وينظف هذه النفس حتى يتلقى المغفرة من الله تبارك وتعالى ويكون محلا لعمل الخير والفضيلة فإن عمل الخير والفضيلة لا تستقر في الأنفس المريضة وفي الأنفس الملوثة لا بد من تطهيرها من رين الذنوب لأن الإنسان عندما يقترف ذنب ينزل على قلبه كما في بعض الروايات نقطة سوداء ثم إذا أذنب ذنب آخر ينزل نقطة ثانية وهكذا حتى يلوث هذا القلب هون الله شبهه الكلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون من الذنوب فإذا الإنسان بده يتوب إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن ينظف هذا القلب ويتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة والخير الشرط الرابع رد المظالم يعني إذا أنا كانت معصيتي إني استوليت على أموال الناس أو على أرض للناس أو على عقار لأحد بد يتوب إلى الله تبارك وتعالى نعم من يتوب إلى الله بس بد يتوب إلى الله وروح رجع المال اللي أخدته بد يتوب إلى الله تبارك وتعالى ورجع للناس حقوقها مش والله بسرق وبعمل البدية وبنهاب وبسطوا على عقارات العالم وقول يا ربي أنا تايب إليك يلا تسيبحت بشي الحال لا لا بد أن يدفع أو إذا ضحد مثلا راح جنى على حدا بحكي مش بمكانه نزل من قيمته بالمجتمع كذب على إنسان مثلا بتهمي منها في موقعها والله تبت إلى الله بمشي الحال لا لا بد يروح بيّن للناس أنه أنا هيدا اللي حكيته مش بمحله بدي أرجع بيضله صفحته متل ما سوتت له إياها هاي دي من شروط التوبة أما والله هيك روح توب وأني بعدها على الآن ذمتي مع الناس ما بيمشي الحال الشرط الخامس الإكثار من الاستغفار لما فيه من الخير الكثير والبركة العميمة قال الله تعالى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ فجعل الاستغفار متل وجود النبي المبارك صلى الله عليه وآله وسلم فمتل أن وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحياة له خير كبير وعميم ورفع للعذاب كذلك الاستغفار له هذا الفضل وإذا منلاحظ كلمة يستغفرون يعني جاي بالمضارع تدل على الاستمرار في الاستغفار مش والله مرة وحدة ودفعة وحدة لا وانتهاء لابد من الاستمرار في الاستغفار أيضا من الشروط للتوبة النصوحة عدم اليأس من قبول التوبة يعني والله واحد يجي بتطلع أنا عندي ذنوب والله كيف بده يكفر إياها الله تبارك وتعالى يعني أنت عم تعمل مع الرحمن الرحيم الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب العظيمة لأنه هو أعظم من كل شيء فإذا لابد للإنسان أن يقبل على التوبة بدون يأس ميأس وأن يكون عند الله تبارك وتعالى يعني يكون وجود الله تبارك وتعالى في قلبه وجود رحمن الرحيم الله تبارك وتعالى يقول في آية عظيمة جدا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم شو يعني أسرفوا؟ يعني كتروا المعاصي أسرفوا في ارتكاب الذنوب يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فإذا هذا الإنسان المسرف عندما يريد أن يعود إلى الله تبارك وتعالى عليه أن يعرف أنه يعود إلى الرحمن الرحيم إلى غافر الذنوب وعلى سبيل المثال نقص عليكم قصة بشر الحافي الذي كان في عصر الإمام الكاظم عليه السلام كان يعيش في بغداد رجل معروف يقال له بشر وكان ممن يشار إليه بالبنان يعني شخصية مرموقة وكان كثير الذنوب وحدث يوما أن كان الإمام الكاظم عليه السلام مارا من أمام بيت بشر وكانت أصوات اللهو والطرب تملأ المكان فصادف أن فتحت جارية باب الدار لإلقاء بعض الفضلات وحين رمت بها في الطريق استوقفها الإمام سألها عليه السلام قائلا يا جارية هل صاحب هذه الدار حر أم عبد فأجابته الجارية وهي مندهشة مستغربة هذا السؤال كيف يسأل هذا السؤال وهذا بشر رجل معروف بين الناس قالت بل هو حر وسيد الأحرار فقال الإمام عليه السلام صدقتي لو كان عبدا لله لخاف من مولاه الإمام عليه السلام قال هذه الكلمة وانصرف فعادت الجارية إلى الدار وكان بشر جالسا إلى مائدة الخمر فسألها نتأخرت سألها ما الذي أبطأك فنقلت له ما دار بينها وبين الإمام عليه السلام وعندما سمع ما نقلته من قول الإمام عليه السلام صار يرتجف اهتز هزا عنيفا هذا الكلام أيقظه من غفلته وأيقظه من نومته نومة الغفلة عن الله تبارك وتعالى ثم سأل بشر الجارية عن الوجهة التي توجه إليها الإمام يعني ألا منهم رأى كيف راح فأخبرته فانطلق يعد خلف الإمام حافيا ما انتعل نسي نسي أن ينتعل حذاءه وكان في الطريق يحدث نفسه بأن هذا الرجل هذا الرجل هو الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وفعلا ذهب إلى منزل الإمام وتاب على يديه قال سيدي أنا الآن تائب هل ترى لي من توبة قال له الإمام نعم انتبت تاب الله عليه فاعتذر وبكى ثم هوى على يدي الإمام يقبلها وهو يقول يا سيدي أريد من هذه الساعة أن أصبح عبدا ولكن عبدا لله تبارك وتعالى لا عبدا لشهواتي ورغباتي لا أريد هذه الحرية المذلة التي تأسر الإنسانية وتطلق العنان للشهوة الحيوانية لا أريد حرية السعي وراء الجاه والمنصب لا أريد حرية الخوض في مستنقع الذنوب وأغدو أسيرا لها لا أريد أن أؤسر في أو تؤسر في الفطرة السليمة والعقل السليم من هذه الساعة أريد أن أصبح عبدا مخلصا لله تبارك وتعالى ولله وحده ثم تاب توبة نصوحة على يد الإمام الكاظم عليه السلام ومنذ تلك اللحظة هجر الذنوب ونأى عنها وأتلف كل وسائل الحرام وأقبل على الطاعة والعبادة بشر هذا هو مهاجر لأنه هجر المعاصي وهجر السيئات ونحن أيها الأعزاء في هذه الدنيا أمامنا فرصة كبيرة وعظيمة أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة وأن نهجر هذه الشهوات وهذه الرغبات التي حرمها الله تبارك وتعالى وأن يعيش الإنسان في هذه الدنيا وهو يفكر أنه لا يمكن أن يكون في معصية الله ويكون آمن دائما لازم الإنسان يخاف ويكون عنده خوف أن يدركه الموت قبل أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى لذلك على الإنسان أن لا يؤخر الطوبة ولا يؤخر العودة إلى الله تبارك وتعالى ما يسوف يقول إن شاء الله بكرة بس أكبر بكرة بس روح على الحاج يكتوب بركي ما رحت على الحاج بركي ما كبرت لذلك على الإنسان مباشرة عندما يرتكب أي معصية أو أي ذنب أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن لا يبيت على معصية أبدا أن يكون دائما من الذين يستغفرون الله تبارك وتعالى ليلا ونهارا على أي ذنب يظنون أنه من الذنوب التي لا يرضاها الله تبارك وتعالى يعني يحتاط الإنسان أنه يتوب إلى الله تبارك وتعالى في كل يوم وأن لا يترك الاستغفار وأن لا يتعد عن ساحة رحمة الله تبارك وتعالى جعلنا الله وإياكم من التائبين الذين يعودون إلى الله والذين يرحمهم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة